تصديف القاهرة المؤتمر الدولي الرابع لأمراض القلب خلال الفترة من 19 حتى العادي والعشرين من أبريل الجاري وذلك بمشاركة الفريق مهب مميش رئيس هيئة قناة السويس وبحضوره عدد من كبار علماء القلب في العالم بمشاركة الفريق مهب مميش رئيس هيئة قناة السويس تصديف القاهرة المؤتمر الدولي الرابع لأمراض القلب خلال الفترة من 19 حتى 21 من أبريل الجاري المؤتمر يحضره عدد من كبار علماء القلب في العالم ويتضمن المرة الأولى بس مباشرا ومشتركا لعمليات القلب المفتوح بين مصر والولايات المتحدة وذلك بالتعاون مع جمعيات القلب الأمريكية ومن المتوقع خلال المؤتمر الإعلان عن مفاجأة تتعلق بتبادل الخبرات مع الوفد الطبي الأمريكي وشباب أطباء القلب المصريين كما ينتظر توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وعدد من الدول لتدريب شباب الأطباء إضافة إلى تناول ومناقشة كل ما هو جديد في أبحاث أمراض القلب المؤتمر يتضمن أيضا عشر ورش عمل شديدة التميز والتنوع من بينها الطب الوقائي والحماية من أمراض القلب وعادة تاهيل مرضى القلب ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر أعماله بزيارة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية حيث يقوم الفريق مهبميش بتكريم ضيوف المؤتمر واستعراض آخر المستجدات والمشاريع المستقبلية لقناة السويس ثم القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة جهود محمودة تقوم بها هيئة قناة السويس حيث تبذل أقصى ما في وسعها لتكون قاطرة للتنمية في منطقة القناة ومن بينها تطوير الخدمة الطبية لتظل هيئة القناة الدعم الرئيس لاقتصادنا القومي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر